اشتركوا في القناة 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 ومنص غادي غير ننهاربشو. باش يبقى ليه في السلو باين. كما كتشوفو. ودرزي نمسكة الحرة. هادي اللي عسلو الزيت اللي قليس فيه. ونمسكة الحرة والقوزة. على حاسها بالرغبة. هندل صغير قوزة صغيرة. اتمنى يعجبكو متسلو ديالي. هادو كلهم قد نطحنهم انا دابا. ما شاء الله هون نعود رجع معكم. بعد ما طحنت هاد شي كامل. اللوز وهدو ججلان. ونوافع. ومسكة الحرة قدرت بها شوية ديال الثاني دا وطحن تحت هي. هالطروري خصها شي حاجة تطحن معها. هادا اللوز اللي خليته بلا طحين. نوافع تهم مطحنتهم. الزبدة. لحسب الطوق. يعني كل واحد ويدل على اللي قد. هادا اللوز مهرمش. خليته مهرمش شوية. وعلى حسب كتاني كل لحسب دقيق اللي حمرناه. يعني انا عندي هنا يشي ثلاثة كيلو ديال. دقيق محمر. ضفط له هادو كالا. الججلان واللوز وكل شي. يعني ثلاثة كيلو والله هاد يتكفي مع هاد المقادر اللي انا يا واخدهم. واذا با غادين بدون في تخلاط. نخلطو هاد المكوناس كاملين. تمنى يجبكم. ما تنسونيش ببات الشجعات ديالكم. لي لايك كومنتر. وشكرا لكم في السافة المتابعة. انا كنضيف ججلان. يعني قال انه واش فاضي نضيفهم. هم اللولين من بعد عشان نضيف العسل. وادك الزيت اللي قليس بيه. والزبدق. يعني جميع نوافع. جميع نوافع. جميع نوافع. جميع نوافع. غادين نضيفهم اللولين ومن بعد عشان. نزيد شي لاخر. تمنى يكون هذا الفيديو خفيف وضريف. عليكم. كما كتشوفو انا يا غزة. كن نضيفات. اللوسين نوافع. انا ضفتها. جوج معارق كبار. ممكن اللحزة باوتين الرغبة. يعني انا ما كنبغيش دكنوا وافعي يكونوا شوية مديرين. جوج معارقة حتى تلعطة بعارقة. كافين. لانهم كيكونوا سخان وكيكون حتر. ما دا قديانهم في السلولة كان كتير. ما كيجيش زوين. ما كنبغيش نكتر منو. نضيفت خلاط ديانو. قبل ما نديرو. الزيت والزبدة. واللوس ممكن اللي بغي يحمرو. بلا ما يقلي. ممكن. انا كنقليه. يعني كين وكين اللي كيدر كوكاو. كل واحد على حساب الرغبة على حساب الماضي عقل اللي بغي. يعني بشي يقول السبن. يعني ما كوكاو يا ما اللوس. كل واحد على حساب. انا خلطت الشي النواشي في كاملة. خلطتهم مزيان مع. طحين اللي اللي حمرت. انا كنزيد في الزبدة. نزيد بشوية بشوية. من بعد عشرة نزيد العسل. نحن كندلكوف حالي كن. يعني باش ندخل هذك الشي. العسل و الزبدة. يعني السل وطروري كي بغيت ليك. و اللي عنده اسمتها هذك الآلة دي العجل. يعني ممكن يستخدمها. هذك مزيانه. كتتسرع لعملية تخلاط. كنتم ممكن تشوفو شنو زيد وشنو ناقص. يعني اللي كانت ناقص شبية كتزيدو العسل. ولو سكر غلاسي. انا هذ سلة وخوكك مدرش بها سكر غلاسي. در صغير العسل. كي ما كتشوفونا كنبلك فيه باش يدخل ليدك العسل والزيت والزبدة. الطحين ديالي كامل. اللي حمرتو. أنا الطحين حمرتو غير في الكوكوت. كي اللي كي حمرو في الفران. كي اللي كي حمرو في الفران دي الزمقة كيكون احسن. كتنى من التمر. أنا دل صغير في الظهر في الكوكوت. حتى الكوكوت كتعون فران كي يجيني شوية تقيل. باش نبقى خدامة فيه. كنحاول باش نحلو كامل ما يجيش محرب الميجيشة شي. يعني ما يجيش كل قويرات. كنحاول باش نحلو. باش حتادك الزيت والزيت والزيت اللي يدخل فيه. موتموني أعجبكم أتسلو ديالي. مرحبا بكم مرة ثانية هو النهاية ديال سلو متمنت يعجبكم التزيين كيبقى على حسب كل واحد كيفاش بغي يزيين السلو دياله وشكرا لكم بزفزف على التعليقات والتشجيعات ديالكم مرحبا بالناس اللي اول مرة قد يدخلوا معنا ما تنسونيش من لايك والابوني وكنشكركم مرة ثانية ورابعة ومرحبا بكم في القناة ديالكم وشكرا على المتابعة وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة